ريكي مارتن متهم بزن المحارم وقد يواجه عقوبة السجن مدة خمسين عاما ريكي مارتن متهم بتعني في ابن أخته البالغ من العمر 21 عاما وممارسة اعتداءات جسدية ونفسية على سانشيز الذي كان على علاقة معه استمرت لمدة سبعة أشهر وانتهت قبل حوالي شهرين فقط رغم أن مارتن متزوج منذ العام 2017 وزعم سانشيز أن مارتن الذي أعلن أنه مثلي عام 2010 وتزوج السوري جوان يوسف عام 2018 لم يقبل الانفصال بينهما وبأنه شهره يتسكى قرب منزله ثلاث مرات على الأقل وهو يتعاطى الكحول والمخدرات بكمية كبيرة من جهته وصف الممثل الرسمي عن النجم ريكي مارتن تلك الإدعاءات بأنها كاذبة تماما وملفقة واتهم سينجر أحد محامي مارتن أن ابن أخته يعاني من مشاكل عقلية وأنه لم يكن يقول الحقيقة في حين أصدرت محكمات بورتوريكو قرارا تقيديا بموجب قانون العنف المنزلي بحق ريكي مارتن تمنعه من خلاله الاتصال أو التواصل مع ابن أخته وإذا تم تأكيد العلاقة الجومانسية المزعومة بينهما فقد يواجه المغنم يصل إلى خمسين عاما في السجن